حياكم الله مشاهدين وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوية إذن مشاهدين بعد المؤتمر الصحفي الأخير لرئيس مجلس الوزراء الذي أعلن فيه استرداد جزء من أموال سرقة القرنة وتشخيص المتهمين أخذت تجراءات مكافحة جائحة الفساد تتحرك بوتيرة متسارعة وبخطوات شاسعة أوامر قبضة واستدعاء وإعفاء ورغم أن محاربة الفساد مهمة شاقة وثقيلة إلا أن حكومة السوداني شرعت بمسارات انطلاقة صحيحة وصائبة وأشركت كل المفاصل الأمنية والاستخباراتية والمالية في هذه المهمة وحققت نتائج ملموسى وإذا ما استمر العمل بهذا النمط والتطور الإيجابي وصولا إلى زاد جميع من تورط بهذه العملية خلف قضبان العدالة فأن عملية الردع ستحدث أثرا وتعيد بناء العلاقة بين الحكومة والشعب في ملفات الفساد أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدين فأن إجراءات الإعفاءات الوظيفية التي طالت شخصيات عديدة في المؤسسات الأمنية والتي إجراءها القائد العام للقوات المسلحة تهدف لبث دماء جديدة في جسد المفاصل الأمنية المهمة وتصحيح مسار عمل مؤسسات الدولة العسكرية بعد أن توغل الفساد في بنيتها إبان الحكومة السابقة التي أقصت الكثير من القادة الكفاء بدل استثمارهم في الارتقاء بعمل المؤسسات الأمنية هذه التغيرات وتغيرات تمت وفق دراسة مهنية بعد تشخيص تقصير من قبل بعض القيادات الأمنية وتورط آخرين بشبهات فساد كما تقول لجنة الأمن النيابية خاصة مع قرب تسلم الداخلية لمهام إدارة الأمن في المدن بدل عن قوات الجيش إذن مشاهدين هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا إذن مشاهدين ما تزال الحكومة الحالية تواصل جهود مكافحة الفساد ومتابعة التحقيقات بقضية سرقة القرن تفاصيل مهمة ونتائج جديدة وإدانات مستمرة لشخصيات سياسية وعسكرية تشير المعطيات الأولية إلى تورطها بملف اختلاس الأمانات الضريبية نطالع هذه التفاصيل مع الزميل علي حبيث لا تزال تداعيات سرقة القرن قائمة أوامر قبض تطال شخصيات سياسية وأمنية قوة خاصة من الهيئة العليا لمكافحة الفساد تعتقل هيثمة جبوري المستشار المالي لرئيس الوزراء السابق ورئيس اللجنة المالية الأسبق وفي المعلن تضخم في الأموال وكسب غير مشروع الجبوري أحد الأسماء المتورطة في ملف تهريب أموال الأمانات الضريبية واعتقاله ضمن جملة تحركات جدية تجريها الحكومة الحالية لردع الفساد وإنفاذ القانون في هذه الخطوات السريعة والقوية علينا أن نتبعها قبل أن يلوذ السارقون بالفرار وبعدين نطالب استعادتهم عبر الأنتربول أو غيرها اليوم على القضاء كما قلت وهيئات النزاهة أن تكون لها ردة فعل قوية لاستعادة الأموال إذا ما عرفنا بأن الأموال تجاوزت مئات المليارات من الدولارات فهذه الخطوات الأخيرة على ما يبدو أنها تأتي لإحكام الطوق على المتهمين بالفساد وستطيح بشبكات كبيرة شغلت مناصب حساسة في الحكومة السابقة وستكون نقطة البداية لخط قد يطول في سحب المتورطين بقضايا الفساد المختلفة فضلا عن كونها خطوة متقدمة واستجابة سريعة لقضية شغلة الرأي العام وتمثل بناء الثقة بإجراءات مكافحة الفساد والتأسيس لمرحلة جريدة في التعاطي مع ملفات الفساد على جميع الهيئات الرقابية أن تبحث في جميع القرارات التي صدرت في فترة رئاسة السيد الكاظمي عندما كانت مع حكومة تصريف أعمال وإلا فأن أحتقن مليارات كثيرة سوف تذهب أدراج الرياح ولا أحتقن سوف تعمر أخرى إلى الخزينة ما لم يتم مساعد هؤلاء استرداد أموال واعتقال واستقدام متهمين وآخرين عقبوا بالاستبعاد تلك هي خطوات حكومة الإطار الأولى في إطار مكافحة الفساد مع مطالبات بالمزيد من النقلات النوعية والبدء من المستويات العليا دون إهمال الدنيا وضرورة الإبقاء على نهج الشفافية والمكاشفة النسبية في هذا الملف علي حبيب الأيام والقضائية أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بظوفنا الكرام مباشرة بصوت وصورة بغداد رئيس المركز العراقي للتنمية العالمية الدكتور عدنان السراج أهلا بكم دكتور وكذلك ترحب المحللة السياسية الأستاذ محمد الربيعي أهلا بكم أستاذ محمد أهلا وسهلا أبدأ معكم دكتور عدنان انتقال وصفت بالنوعية بملف سرقة الأمانات الضريبية من نور زهير إلى هيثم الجبوري هذا ألا يدل أن الحكومة تعمل هذه المرة بالجدية لمكافحة الفساد بالوصول إلى شخصيات نافذة بهذه المستويات الوظيفية المهمة نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولي صديقنا العزيز أستاذ محمد الربيعي ولمشاهديك الكرام احنا خلي نقول هذه رسالة مهمة ولكنها هي بداية يعني هذه أول قطرة من هذا المطر الذي سوف ينهمر وبالتالي أنا تصور اليوم مسألة الأمانات وما رفقها من عمليات تمويه كاملة لعملية الصفقة وما جرت خلال فترة سنتين واضيتين وعملية اكتشافة وعملية متابعتها بهذه الدقة واسترجاع الأموال بهذه السرعة يدل دلالة واضحة بأن رسالة التي تريد أن تبعثها الحكومة اليوم هي رسالة بأن المفسدين سوف لا يسلمون من المتابعة والمحاكمة والقضاء العادل وذلك أنا تصور اليوم ما جرى من خلال عملية صفقة القرن وعملية استرجاع الأموال وأيضا قال قبض ولا زال التحقيق بالمناسبة لا زال التحقيق مستمرا إلى حد هذه اللحظة وهناك أسماء عديدة سيعلن عنها قريبا جدا مشتركة في هذا الموضوع أعتقد اليوم نحن أمام تغيير جديد أمام أسلوب جديد من التعامل مع الفاسدين لا يستثني أحد لا يتوقف أمام أي صورة من صور الضغط سواء كان داخلي أو خارجي أيضا في نفس الوقت يعرض على الجمهور كل ما يمكن أن تسميه من أخبار ومعلومات حقيقية ليس كما كان سابقا تشكل لجان وتتطع لجان وتتحاول لجان ثم يغطى على كل هذه الصفقات نسمع بالمليارات تهرب نسمع بالمليارات تسرق لكن واقع الحال ليس هناك من يمسك إلا أبو الميتين ألف دينار تثبيت ألف دينار يعملون على هذا المستوى أو مليون دولار يعني شوف اليوم المسألة أخذت بديات أخرى شنو هاي البديات إذا كانت الحكومة جادة في أن توفر إدارة العمل بشكل صحيح في الحكومة فهي يجب أن تسير بمسار واحد في محاربة الفساد يعني اليوم إدارة الدولة شيء مهم محاربة الفساد شيء مهم إيقاف الهدر من عملية الفساد سيدفع بإدارة الدولة إلى الأمام من خلال تقديم الخدمات المتابعات للصحة للتربية لكل الأمور أو لكل مرافق الحياة فإذن هذه الضربة الاستباقية هذه الصورة هذه الرسالة هي بداية حقيقية لمحاربة منظومة الفساد بشكل عام التي تدعمها العديد من الفعاليات التي هي متنفذة ونافذة في داخل أجهزة الدولة رحب بك مرة أخرى سيد محمد كيف تقيمون بداية خطوات الحكومة الحالية بمكافحة الفساد وهل يمكن أن تثمر هذه الخطوات عن النجاح بمكافحة الفساد خصوصا بوجود دعم سياسي متمثل بدعم كتلة الإطار الشيعي للحكومة حكومة السوداني للمضيب بمتابعة ملف الفساد والتعامل معه وهو بحاجة إلى ربما حرف ضروس فعلا ومهمة كبيرة أمام الحكومة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيفك الكريمة الدكتور أبنان وإلى جميع مشاهدي قناة الأيام الحقيقة لو لم يكن هناك دعم من قبل الإطار التنسيقي والأحزاب المنضوية تحت الإطار التنسيقي لما استطاع السيد السوداني الشروع بعمل كبير جدا بمواجهة الفاسدين ونحن نعلم أن الفاسدين ليسوا شخصيات محددة وإنما هي كارتلات وشخصيات معروفة لها دور كبير في الحياة السياسية وتنضم أيضا تحت لواء بعض الأحزاب السياسية ولذلك كان لموقف السيد محمد الشاعر السوداني موقف صلب حقيقة وأيضا هناك رسائل من خلال العمل الذي قام به السيد محمد الشاعر السوداني رسائل كثيرة إلى الشعب العراقي أولا بأنه أراد أن يعيد الثقة التي فقدت بين الحكومة وبين المواطنين العراقيين من خلال الأفعال التي كانت تقوم بها الحكومات السابقة وخاصة الحكومة السابقة التي بحكومة السيد الكاظمي فلذلك نقول أن هذه الرسالة كانت واضحة من خلال عمل السيد محمد الشاعر السوداني بضرب الرؤوس الكبيرة التي عاثت بالأرض فسادا وسرقت أموال الشعب إضافة إلى أن هذه الرسالة هي رسالة للأحزاب أيضا التي فيها شخصيات مسؤولة عن عمليات السرقة في هذه الحالة سيد محمد عذر المقاطع لكن تتفق مع دكتور عدنان بأن المطر سينهمر وستكون هناك ربما شخصيات مناصبها ربما رفعة أكثر قد تتورط وتقضى أمام القضاء بالمستقبل القريب نعم أكيد يعني أستاذ العزيزي يعني أنا لتوصل الرسالة الرسالة التي أراد يوصلها السيد محمد الشاعر السوداني إنه ليس هناك شخص فاسد وسارق بمأمن مهما كان موقعه وخير دليل على ذلك الشخصيات التي أطالها القانون وانتم القابض عليها هي شخصيات معروفة متنفذة وكان لها دور كبير في العمل السياسي والحكومة السابقة يعني شخصيات كبيرة جدا وتنضم إلى أحزاب أيضا معروفة فلذلك نقول أن هذه العملية هي قد تكون بداية بدعم من الإطار التنسيقي وبدعم من المواطنين تكون بداية لضرب الفاسدين مهما كانت مواقعهم السياسية والحزبية ومواقعهم الحكومية طيب أعود لك دكتور عدنان مش عاناة جبوري في تغريدة يقول أن الفساد في مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وصل إلى وقاحة غير مسبوقة وذلك قبل انتهاء ولايته اليوم أقول أن ما تم الكشف عنه حتى الآن بما في ذلك سرقت القرن هو ليس كل ما جرى في عهد الكاظمي وأعتقد أننا جميعا سنصطدم من هول الفساد الذي جرى في عهد الكاظمي تتوقع دكتور أن ملفات فساد أخرى ربما أكثر خطورة ستظهر بالمستقبل القريب بالتأكيد اليوم الفساد أصبح ظاهرة يعني يعرفها القاصي والداني يعني لا تحتاج إلى مراجعة من خلال يعني الإدارة السيئة للمال العراقي وتهريب المال العراقي وبلد أصبح ليس بعنوان الفساد حتى أحد المعلقين قال كان هناك فرهود في المال العراقي يعني اليوم عندما تصبح صفقة واحدة بتريونات الدنانير يعني هذا فالشيء يعني صدمة للأجهزة الدولة وصدمة للحكومة وصدمة لأي مواطن يرى أنه صفقة واحدة أو عملية واحدة هي بالتريونات الدنانية فما بالك بالصفقات الأكبر وبالمشاريع التي الآن متركة وواقفة وملايين ومليارات الدولار صرفت ولا نتيجة وعندنا ظواهر موجودة على الأرض الشوارع والكهرباء والصحة وغيرها صرفت مليارات ولكن الناتج هو ساوي كما نشاهده الآن إذن هناك يعني مؤشرات فساد واضحة ولكن عندما نتكلم عن محاربة الفساد والقضاء على الفساد بالتأكيد هي عملية يعني صعبة ومعقدة ولكنها غير مستحيلة يعني اليوم عندما نتكلم عن محاربة الفساد بمعنى أن عليك أولا أن تكتشف البنى التحتية لهذه الكارتلات التي هي القوى التنفيذية ومن خلال ضرب القوى التنفيذية ستساقط الرؤوس بالتأكيد القوى التنفيذية تهرب وتهرب مالها العام لكن الشيء الملفت في هذه العملية ويجب أن يشغلها بوضوح وهذه تسجل لحكومة الإطار وحكومة السيد السوداني أن السيد السوداني والإطار اتفقوا على المبلغ التالي وقالها السيد السوداني بعض مرتلسانه في أمام مجلس النواب عندما قال ستعامل مع حكومات العامة ستعامل العراق مع حكومات العالم وفق مبدأ تسليم الفاسدين وتسليم المال الذي هرب إلى هذه البلدان شوف هذه السياسة ربطت لأن مصالح العراق مقدمة أمام مصالح آخرين فإذن كل الاتفاقيات تسقط أمام بعض الدول لأموال عراقية مهربة ولا تسلمها العراق وأيضا استقبالها لفاسدين وحمايتهم معطاهم من أمكانيات لكن دكتور هذا التناغم ما بين برنامج السوداني البرنامج الحكومي وكذلك البرنامج السياسي لإطار التنسيق الشيعي تناغم بأولوية مكافحة الفساد هل كان يعني الدافع بسرعة الإجراءات لمكافحة الفساد وخصوصا التعامل مع قضية صفقة أو سرقة القرن نعم هذا كلام معقول وسليم ولكن أنا أقول كيف يكون صراحة اليوم محاربة الفساد هذا أمر لا بد منه ولكن محاربة الفساد سيمنع الكثير من الذين يفكرون بأن يفسدوا بالمال العام سيضعون حدا أو ستضع حكومة حدا لهم لكن واقع الحال لحكومة الإطار التي رفعت شعار حكومة الخدمة الوطنية والسيد السوداني أضاف إلى حكومة الخدمة الوطنية والإنجاز أي بمعنى هذه الحكومة مطلوب منها أن تتقرب إلى الناس مطلوب منها أن تقدم الخدمات إلى الناس في خط متوازي مع محاربة الفساد محاربة الفساد أمر جيد لكن إحنا عندما نتكلم عن المرحلة القادمة يجب أن نكون مرحلة خالية من الفساد مهكذا الأمر وأيضا نحارب أو نكشف الصفقات السابقة أما الحالية فيجب إيقاف الفساد ويبدأ أن نبدأ بعملية تقديم الخدمات وتقديم المنجزات مستشفيات مدارس يعني توزيع الرحلات من مال كان مخصص إلى أثاث مجلس الوزراء يعني السيد الكاظمي خلت سبعين مليار دينار لتأثيث هو مواقع حشرة يام يبقى في مجلس الوزراء وعلى شلو سبعين مليار دينار هذه حولت إلى رحلات مدرسية وبدأت عمليات التحريك للحج الشعبي وتحريك القوى الأخرى ومعامل التربية وغيرها وبدأت العملية تأخذ مدايات لإنتاج أكثر من أربعين ألف رحلة مدرسية وستزاد العملية إلى آلاف الرحلات المنجزة إضافة إلى ذلك الشوارع التي تبلط الأمور هذه اليوم عندما نسمع اليوم مثلاً الكارت اللي تنزيل قيمة الكارتات والشركات هذا يبعث الأمل أدى المواطن بأن الحكومة تعمل لصالحه شوف هاي نقطة مهمة تعمل لصالحه بمعنى الفساد هو جزء مكمل ولكن الخدمات والتقرب إلى الناس هو الجزء المهم والرئيسي والذي يجب أن يدعم من كل قوى السياسية لأنه يعيد الثقة المواطن بعمل الحكومة بالنسبة لهذه النقاط التي ذكرها دكتور عدنان أستاذ محمد هذه النقاط مهمة ذكرها يمكن أستاذ عدنان لكن الثقة المفقودة بشكل كبير مو فقط في حكومة الكاظمية حتى بالحكومات السابقة النقاط التي ذكرها الدكتور إضافة إلى استشراء الفساد بشكل كبير هذا أدى إلى فقدان الثقة ما بين المواطن والنظام والحكومة لكن الإجراءات الحالية التي تبعتها حكومة السوداني إلى أي درجة ممكن أن تعيد هذه الثقة ثقة المواطن بحكومته الحقيقة يعني إحنا لاحظنا خلال السنوات الماضية خلال حكومات السابقة تشكلت كثير من لجان محاربة الفساد لكن حقيقة لم تظهر أي ملاحظة ولم تظهر للمواطن العراقي أي بادرة بأنه كانت هناك معالجة ومكافعة للفساد بصورة صحية فلذلك ظهرت هذه اللجان وهي كانت تساعد على الفساد وانكشفت حقيقة خلال هذه الفترة الحكومة السيد محمد الشياء السوداني وبرنامج الحكومة حقيقة صار بمسار واحد هو تقديم الخدمات للمواطنين إضافة إلى محاربة الفساد وهذا النقطة التي تحسب لسيد محمد الشياء السوداني لأننا نعلم أن المواطن العراقي قد فقد الثقة بالحكومات وخاصة الحكومة الأخيرة التي كانت قبل حكومة السيد محمد الشياء السوداني فقام سيد محمد الشياء السوداني بالعمل الذي ظهر الآن حقيقة بتقديم الخدمات إلى كثير من المناطق مناطق بغداد ومناطق المحافظات تخفيض مثلا أو رفع الضريبة على الكارتات الآن المهم جدا وحقيقة الآن المواطن نستبشر به هي موضوع الأراضي الزراعية وتحويلها إلى طابو هذه حقيقة تجعل المواطن يقف جنبا إلى جمع كل ما يقوم به السيد محمد الشياء السوداني فلذلك نستطيع أن نقول أن حكومة السيد محمد الشياء السوداني عندما تقف إلى جانب المواطن وتقدم له الخدمات سوف يقف المواطن إلى جانبه في محارفة الفساد وكشف كثير من لأننا نعلم أن المواطن العراقي لديه كثير من المعلومات عن كثير من الفساد فلذلك بالتأكيد سوف يقف إلى جانب الحكومة في كشف المواطن أنت ذكرت أن قضية اللجان التي شكلت لمكافحة الفساد بالأوقات السابقة أو اللجان للتعامل مع أي قضايا أخرى المواطن عادة لا يستبشر خير بتشكيل اللجان لا يرجو منها خيرا أصلا لكن السوداني بدأ حرب بمكافحة الفساد بتشكيل هيئة أو لجنة عليا لمكافحة الفساد هذه اللجنة أو الهيئة إلى أي درجة يمكن أن تساعد بحسم هذه الحرب السيد محمد الشاع السوداني عندما وضع هذه اللجنة أمام مسؤولياتها في كشف الفساد كانت أشرك فيها كثير من دوائر الدولة المهمة وخاصة الأمنية والاستقبارية لأننا نعلم أن اللجنة وحدها لا تستطيع أن تعمل وتنجز ما مطلوب منها ولكن عندما تكون هناك جهات ساندة إلى هذه اللجنة بالتأكيد سوف تعمل بخط واضح وسريع جدا بالقاء القبض على كثير من الفاسدين وبالتالي من الممكن أن هؤلاء عندما يتم القاء القبض عليهم سوف يكشفون كثير من الفساد إضافة إلى أن موضوع إدخال وزارة الداخلية والأجهزة الاستخبارية طبعا نقطة مهمة جدا في إسناد اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا لأننا نعلم أن العمل الداخلي أيضا لديه عمل خارجي يعني العمل الاستخباري الداخليا وخارجيا فلذلك عندما يتم كشف عملية سرقة وتحريب للأموال بالتأكيد سوف تقوم مزارة الداخلية بمخاطبة الدول الأخرى من كلها الانتربول الدولي لإسترجاع هذه الأموال والقبض على الهاربين والسارقين وهذا العمل الذي قام به سيد محمد الشاعر السوداني والذي يحسب لحكومة سيد محمد الشاعر السوداني طيب دكتور عدنان عادة الفاسد يشجع من يلقاء الثغرة قانونية أو إذارية حتى ينفذ من عدها ويقوم بالاختلاس أو الاستيلاء على المال العام أو السرقة بشكل عام وأخذ الرشوة وغيرها لكن أليس من الضروري غلق هذه الثغرات المتاحة التي تساعد في حصول هذه الجرام المالية والاختلاسات وغيرها؟ صحيح اليوم المحاسبة والمتابعة مع الأسف الشديد لن تكون بالمستوى المطلوب والمحاسبة والمتابعة أيضاً المفسدون يحاولون أن يعطلوا العديد من الإجراءات والقوانين التي تسمح للمراقبة كما حصل في صفحة القرن اكتشفنا بأن هناك في اللجنة المالية ترفع كتابي لرئيس الوزراء برفع المتابعة للرقابة المالية لأموال التأمينات وحصرها بالضرائب واستبدال مدير عام الضرائب بمدير عام آخر شوف هذه القدرة على أن تولف مافيات وشخصيات فاسدة من أجل تمرير موضوع ويصبح أمام العيان وكأنه أمر قانوني استبدال رئيس هيئة الضرائب برئيس متفق عليه بشخصية فاسدة متفق على أنه تهرب وتعطي السكوك واتفاق على أن هيئة أو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب تظلق توصيات أو تظلق قرارات إلى رئيس الوزراء بإعطاء عدم استخدام الرقابة المالية في مراقبة الأموال إنما يترك إلى الضرائب يعني حفظا للروتين وما شاء ذلك فإذن هؤلاء عدهم القدرة والقابلية على التغيير والتبديل هذا يعني أن الحكومة اليوم عندما يكون الرأس بصراحة مترهلا وغير قادر على ضبط الأمور بالتأكيد سيمكن أن يخترق هي القضية بالرأس وليس القضية بآخر اليوم عندما يكون محمد شاعر السوداني بهذا الحزم وبهذه القوة وبهذه الإمكانية بالتأكيد سوف لا يخترق لا يمكن أن يخترق رئيسكم ووجراء يستطيع الفاسدون أن يغيروا قوانين هنا دعني أستوقفك يا دكتور يعني تذكرت عمر اللجنة المالية النيابية يعني اعتقال هثم الجبوري رئيس اللجنة المالية سابقا المستشار المالي للكاظمي يعني اعتقل على خلفية سرقة القرن وتضخم بأموال لكن كيف يعني تنظرون لأعتقال هكذا شخصية رئيس اللجنة المالية النيابية يعني وهو المسؤول عن حفظ مال الدولة والشعب بالتأكيد اليوم القضاء سيأخذ جراءاته وعندما يصدر القضاء قراره بالتأكيد سيكون هذا القرار ملزبا وسوف نقول بأن هذا المتهم فننقد جرم لكن الآن خلنا نتكلم على واقع حال الآن هو اعتقل وبالتحقيق وسيحالل المحكمة فبانتظار هذا الأمر ولو التهم الموجه له واضحة وجلية ولكننا لا نستطيع أن نحكم دون القضاء هاي من جهة جهة ثانية أن هذا الرئيس الهيئة المجلة الاقتصادية حتى لو كان بحسنية ولا لا أعتقد هو كان بحسنية إنما كان واضح أنه استطاع أن يصدر قرارا من مجلس النواب ليقاف عمل الرقابة المالية وجعل القضية للرقابة على دائرة الضرائب أو بدلية الضرائب دائرة الضرائب العامة يعني هذا العمل ترهل واضح فساد واضح يعني فك لارتباطات الرقابة المالية على الأموال الدولة هذا طبعا يعتبر عمل خطير وبعناوين اجتهادات شخصية كما يدعي لذلك أنا أعتقد اليوم التهم الموجهة إلى هيثم الجبوري واضحة وأيضا الإتراء على المال العام ومسألة الرصيدة الذي يملكه أكثر منه يعني هاي أمور ممكن القضاءة يحسموها طيب سأل أخير لكم سيد محمد يعني الكثير من الفاسدين مدانين أو متهمين تم القاء القبض عليهم ومحاكمتهم وإدانتهم بفساد وسرقة أموال عامة بعدين يتم يعني إما تطبيق قانون أو تسوية أو إرجاع الأموال المسروقة ويتم الإفراج عنها حصل هذا سابقا بالسنوات الماضية وأيضا يعني من يحكم عليه بعقوبة مخففة مقابل سرقة مليارات أو ملايين الدنانير والدولارات يعني ألا يجب ترصين الأنظمة والقوانين قوانين العمل للحيلولة دون هذا الموضوع وإيجاد عقوبات قاسية لرادع الفاسدين الحقيقة هناك كثير الآن من حديث بالشارع العراقي حول ما حصل مع أنور زخير باعتبار أنه السارق الأول بسرقة القرن وما أعلنه هو وما اعترف به من السرقات التي حصلت ومن ساعده في هذه السرقات وعندما يطلق صراحة بكفالة الحقيقة الآن الشارع العراقي يتحدث ويقول بأن هذه الخطوة سوف تسمح لكثير من السارقين أن يسرقوا أموال الدولة ويتصرفوا بها وبعد ذلك عندما مقابل هذه الخطوة من المحكمة والتسوية التي جرتها كانت هناك أيضا قرار بإلقاء القبض على هيثم الجبوري ويداع السجن واستمرار التحقيق بهذه القضية لكن بالسنوات الماضية أيضا كان هناك فاسدين أدينوا وحكموا لكن حكم عليهم بفترات جدا بسيطة أمام الأموال الطائلة التي استولوا عليها وسرقوها الأستاذ العزيز هي هذه النقطة التي وصلناها إلى هذه المرحلة كان من يساعد هؤلاء على السرقة فاعتياده بالتأكيد سارق عندما يسرق أموال طائلة من أموال الدولة ويعرف بأن هناك من يقف إلى جانبه ويكون في ظهره بالتأكيد ستكون القرار أو المحكمة ستخفف الحكم على هذه الشخصية ليش؟ لأنهم الشخصيات العليا في الدولة العراقية هم متسامحين معها أو جزء من عدها أو مرتور طينوية فلذلك نستطيع أن نقول أن ما حصل خلال السنوات الماضية بعدم إدانة وحكم كبير على الفاسدين والسارقين هو بسبب من يقف وراها من أحزاب وكتلك سياسية إضافة إلى من المتنفذين في الحكومات وبالتالي حصل ما حصل إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة والذي تم كشف الأموال الكبيرة التي كانت مسروقة من أموال الدولة والتي قدرت بحوالي مليارين ونصف المليار دولار الشكر جزيلا لكم المحللة السياسية الأستاذ محمد الربيعي كنت ضيفا كريما شكرا لكم سيد محمد دكتور عدنان أرجو أن تبقى معنا ومشاهدين الكرام ننتقل سويا إلى ملفين الآخر من الحصاد ومتابعة أبرز ما فيه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة جديدة بهذه المفاصل المهمة لو فعلا هناك أكو شبهات تقصير أو فساد بالتأكيد لابد أن نشير إلى مسألة في غاية الأهمية اليوم حكومة السيد سوزاني تعتمد على آليات جديدة وتعتمد على هياكل جديدة لإداء عملها لأنها هي أعلنت أمام الإطار وأمام مجلس النواب بأنها ستكون هي المسؤولة بشكل مباشر على كل الإنجازات أو على كل الأفعال التي تقوم بها الحكومة وبالتالي هي تريد أن تكون المفاصل الأمنية وخصوصاً المفاصل الأمنية تكون مأمولة الجانب ولديها إنجازات سابقة ولديها خبرة سابقة وليس عليها أي شائبة من شوائب الفساد أنا أعتقد في حكومة الكاظمي أصبحت الأمور أكثر وضوحاً في مراحل عدم وجود نوع من الاعتماد على قوى أمنية قادرة فعلاً على ضبط الأوضاع خصوصاً ما حدث في الأحداث الأخيرة وهذه ضبط الأوضاع بالتأكيد هناك نوع من الاهتمامات في الأنظمة العسكرية تقول بأن على القادة العسكريين أن ينصعوا إلى القادة العام للقوات المسلحة ضمن الواقع السياسي الذي يعيشه البلد وضمن سقف الدستور هذا لن يحصلاني في تقديري أمور أخرى هناك إخفاقات كبيرة في كاركوك في وزارة الداخلية إخفاقات كبيرة وهناك أيضاً مساهمات للتغطية على مفسدين كما حصل في تهريب ضياء الأسدي هذا واضح جداً اليوم عندما نتكلم عن مشاركة مدير مكتب رئيس وزراء مدير جهاز المخابرات ووكالة المخابرات هذا يعني بأن هناك فعلاً كان نوع من الترهل نوع من عدم الاهتمام اللامبالات فبالتأكيد هؤلاء يجب أن يطالهم التغيير إضافة إلى نية السوداني بأن التغيير القادم سوف لا يكون تهميشياً أو إبعاداً أو يستهدف جهة معينة إنما هو من أجل ترشيد العمل وصواب القرارات القادمة رحب أيضاً بالخبير الأمنية سيد سرمد البياتي انضمنا بالصوت والصورة مغداد أهلاً بكم سيد سرمد ضيفاً كريماً وبالنسبة لإدارة جديدة هنا للمفاصل الأمنية المختلفة لكن سيد سرمد هل هذا يعني أن الحكومة هنا سائرة بتغيير أسلوب أو إدارة الأسلوب أو إدارتها وتغيير أسلوب الملف الأمني بإدارتها بمختلف المفاصل الأمنية بالبلد بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم وللطيوف الكرام الحقيقة أكيد سيكون هناك تغيير في أسلوب ونهج العمل الأمني بصورة عامة رئيس وزراء قائد عام للقوات المسلحة مسؤول أمام شعبه عن ما سيطبق من المنهاج الوزاري الآن هو يرى بأن هناك أسماء ومناصب يجب أن تتغير من أجل تنشيط العمل الأمني من أجل تطبيق المنهاج الوزاري الذي هو وفريقه كتبه ويريد ويرى بأنه هو طبعا مسؤول عنه في هذه الحالة أنا فقط أريد أن أنوه إلى حالة وحدة لا أحد يتوقع بأنه التغييرات في المناصب الأمنية وفي القيادات العسكرية هي عمليات انتقامية لا ربما تكون في بعض الحالات نعم قد يفسرها البعض بهذا الشكل لكن إحنا عدنا بالمؤسسة الأمنية وبالجيش التغييرات والتبديلات والتنقلات هي حالة صحية يجب أنه دائما القيادات الأمنية تتغير من مكان إلى آخر هذا ليس بمعنى الانتقام أبدا لكن هل هناك خطة مدروسة لإجراء هذه التغييرات سيد سرمد وإذا كانت فعلا خطة مدروسة يعني هذه الإجراءات في هذه الحالة ستبتعد عن مسار الخصومة والتصفيات السياسية لا البعض قد يفسرها كذلك لكن أنا أقول لهم بأنه أبدا قائد عام مسؤول عن عمله يرى بأن هؤلاء الأشخاص ربما لا يكونون رجالا للمرحلة المقبلة التي ويقودها وهذا حق طبيعي بالنسبة إليه لأنه هو المسؤول عن هذا الوضع عن الملف الأمني لذلك أبدا يعني أنا أرى بأنه إذا تذكر بالفترة الكاظمة يقيل السيد أبو علي البصري وكان من أكفئ القيادات نقل السيد سعد العلاق ما وجدنا اعتراض من هؤلاء الأشخاص نعم نفذوا وخلص ماكو مشكلة تذكر يمكن كان الموضوع حول الخرق اللي صار في ساعة التحرير أو يعني ساعة الطيران إذا تذكر التفجير أبدا نهائيا إحنا يجب أن يفهم الجميع وهذه الرسالة إلى كل القيادات أغلبهم قد يكونوا من دورتي أو بعدي أو يجب أن يعلموا وهم يعلموا ذلك بأنه التنقلات والتغييرات في المؤسسة الأمنية وفي الجيش موضوع طبيعي جدا موضوع طبيعي جدا أنا اليوم أرد نشط قطعاتي أغير المقر المتقدم في كاركوك أجيب أبو فرقة فلانية أبو فرقة عشرين أو مو كل قيادة تغيرت بالمناسبة قد تكون منصب أو منصبين أجر سيد عبد الأمير الشمري أجهة الداخلية أرأى بأنه يحتاج إلى تبديل مدرع عامين وتبديل وكلاء هذا من صلاحيته هو المسؤول بكرة إحنا بالتلفزيون إذا أساءوا ذولا أو أخطأوا راح تلقي أصواتنا أول الناس اللي تنتقدهم وتكلم عليهم بكل الإخفاقات اللي ممكن أن يخفقون فيها إحنا أصواتنا مو لي أبدا أي أخفاق نراه سننقله نقدا بناءا في هذه الحالة سيد سرمد وباعتبار أن خبراتكم فنية نتحدث بالجانب الفني لهذه الخطط المدروسة الخطط الأمنية لكن هذه التغييرات هل يمكن أن تكون فرصة لعادة الكفاءات من القيادات الأمنية التي مسكت مواقع مهمة بالمفاصل الأمنية وأثبتت جدارتها لكنها أقصيت عن هذه المناصب والمسؤولية بأوقات سابقة من الحكومة السابقة مثلا أستاذي عزيز خلنا نتكلم بصورة مفصلة أكتر يعني طبعا اليوم أنا كقاعد من يصير عندي خرق في مكان معين يعني إحنا ليش نقول لأمري الأفواج والقيادات يا بأنتبهوا لأنه إذا أخطأ المقاتل أو الجندي أو شرط الأمن عندكم أو هذه ستتحملون المسؤولية كلها وهذا سياق دايدا العسكرية ودايدا الأمن من قبل لذلك شوف من صار في وقتها من أقيله السيد وهم أصدقائي يعني سبحان الله أقيلوا كلهم أصدقائي وعلى تواصل إيهم بحكم عملنا كخبراء أمنيين بالهاد لكن في نفس الوقت يعني كنا نعرف يعني عرف كنت تعرف بأنه رح يتحملون القادة الكبار مسؤولية الخرق الأمني وكذلك إذا تذكر في التلاهرات أيضا منه تحملها أيضا تحملها القادة الكبار هذه مشكلة يعني إحنا عندنا مشكلة دائما القاعد يتحمل يعني الأخطاء اللي يقوم بها الرتب الصغيرة والمقاتلين أي خطأ اليوم أي خطأ يصير عندك في الأعظمية فورا ينجيبون آمر فوج أي خطأ يصير عندك في الكرادة يجيبون آمر فوج هذه مؤسرتنا العسكري والأمنية هذه عيشنا بها كل هذه السنين يعني كنا نتحمل مسؤولية لذلك دائما يجب المتابعة يجب المتابعة يقول لك أنت حتى بالليل ما تنام يعني بتفتر في النقاط في المحافظة اللي أنت مسؤول عنها في القاطع اللي مسؤول عنه لأنه الخطأ أنت رعا تتحمله لذلك يعني أتمنى أنه القيادات الجديدة أن تباشر عملها وتكون بصورة يعني أفضل من القيادات السابقة نعم أعود لك دكتور عدنان إجراء القيادة العمل للقوات المسلحة مثل هذه التغييرات أتى أيضا بالتوازي مع ثورة أخرى طالت مناصب حكومية مناصب مدنية وغيرها ربما هي نظرة بضرورة إيجاد مسار آخر لتصحيح العمل السابقة باتخاذ مسارين لتصحيح العمل المدني الخدمي وكذلك الأمني هذه فصورة متكاملة لبرنامج حكومي قادم اليوم عندما تكلم عن حكومة قادرة فعلا على أن تحاسب قالها السوداني بشكل واضح خلال ثلاثة أشهر سيتم تقييم عمل الموظفين وخلال ستة أشهر سيتم تقييم أيضا عمل الوزراء أي بمعنى سوف لا يستثني أحد وعملية التقييم هذه عملية المتابعة الحقيقية اليوم عندما يتكلم أقول مع تحياتي إلى أستاذ سلمد البياتي أقول اليوم أستاذ سلمد تكلم عن الجانب الفني نعم هي عمليات الاستبدال سواء كان عسكري أو مدني هي ليس عمليات انتقامية ولكن إذا كان هذا الشخص قد ارتكب خطأا أو أفسد في مؤسسته أو يعني حصل في عهده عدم اللامبالات واللامسولة بالتأكيد شيء حاسب لكن أنا أقول اليوم السيد الكاظمي عندما أسس وأبعد العديد من الشخصيات الوطنية التي كانت تمسك أجهزة مهمة ورئيسية واستطاعت فعلا أن تخترق المنظومات الارهابية وتخترق الجماعات الفاسدة واستطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة استبدل بأفراد عليهم علامات استفهام عديدة والدليل على ذلك حالة الانفلات التي حصلت في الشارع لأول مرة استعراضات مسلحة في الشوارع حرب بين قوى مسلحة على المنطقة الخضراء اختحام للمنطقة الخضراء احتلال وتعطيل مؤسسات الدولة تعرض البلد إلى خطورة الانهيار الأمني والمجتمعي والتوقع الحرب الشيعية الشيعية كانت واردة من المسؤول؟ نعم قال عام هو مسؤول بالدرجة الأولى لأنه اتخذ لونا واحدا واتجاها واحدا في تفسير الأحداث السياسية مما أوقع البلد في مشكلة كبيرة وجعل الجيش في مقابل الحشد وهكذا بقية الأمور ذلك نستور وفي كاركوك حصل ما حصل أيضا وفي أماكن أخرى مثلة المخدرات ومحاربة المخدرات ومسألة التساهل اليوم استبدل مدير المخابرات في البصرة نتيجة للتساهل الواضح في عمليات تجارة المخدرات وإخراج والذين يعتقلوا بعناوين مختلفة لذلك أنا أعتقد اليوم هذه الاستبدالات واستبدالة بشخصيات جديدة لا يعني بأن الأمر سيكون دون متابعة مثل ما تفضل سيد سلمة البياتي نعم المتابعة أعلنها السيد السوداني لكن أنا أقول استبداله واسترجاع عناصر كفوءة ليس عليها علامات استفهام ووطنية مخلصة لا تمين مع كل اتجاهات سياسية إلا بعنوان الولاء للوطن والولاء للجيش والولاء للقائد العام للقوات السودانية تحتهم هذا الأمر سيحقق الكثير من الأمن والاستقرار ونحن في حاجة لاستقرار نحن في البلد في حاجة لاستقرار إذا كانت هذه القوى الأمنية هي التي تهرب الفاسدين وهي التي تحدث الخلل في داخل المنظومة المجتمعية وهي التي تساعد كذا فقيمة هذه المؤسسة العريقة التي لها تاريخ مشرف أمام الواقع للنشف نحن نتكلم بالوقاع لا نتكلم بالنظريات فإذن السيد سودان إجرائه صحيح واستبداله صحيح وأنا أتوقع اليوم مثلما يتفضل كل الإخوان بأنه هو قال هذا ليس عمليات انتقامية إنما هذا واجب اليوم العسكري واجب أنا سمعتنا أحد رئيس الوزراء المهمين يقول بأن مع الأسف الشديد يأتي قائد عسكري كبير يقول أريد أن ننتقل إلى مكان ثاني لأنه لا أريد أن أموت قال هو عسكري أصلا هو جاي من أجل أن يموت وليس من أجل أن يعيش وهكذا هي التضحي في سبيل الوطن فإذن لدينا هكذا أصناف من القادة الذين يمكن أن يقدموا الصورة السيئة للقيادة العسكرية لكن أنا أقول القيادة العسكرية الجيش العراقي فيه كفاءات وقدرات كبيرة جدا وهائلة جدا وذات خبرات كبيرة جدا لكن قضية مهمة أيضا بتوظيف هذه القدرات والكفاءات وهذا السؤال لكم سيد سر ماذا عود لك التغييرات الأمنية الأخيرة هل ربما من هدفها أيضا توفير أرضية مناسبة لوزارة الداخلية مثلا وهي على مقربة من تسلم الملف الأمني في المدن بدل عن القيادة المشتركة وهناك دائما كانت ربما خلافات بهذا الموضوع وجدل أن الداخلية تسلم الملف الأمني داخل المدن أم الدفاع أم العمليات أم غيرها والله لنكن صريحين في هذا الموضوع يعني الداخلية إذا استلمت الأمن يعني يحتاج لنا تغييرات كثيرة يحتاج لنا أسلوب وعمل ونهج جديد هذا الكلام يطول في هذا الموضوع وأتمنى يعني أتمنى بأنه السيد وزير الداخلية والقيادات الأمنية أن يعملون مؤتمر واسع لكي يدلوا كلهم بدلوة من خلال خبراتنا أن نوضح لهم يعني أنا أعرف شنو رعية الشرطي بالسيطرات أو غير السيطرات أو هذه يعني ما أريد نقاط تفتيش واجبها فقط لتأخير المواطن ما أريد نقاط تفتيش واجبها فقط أنه يشوف شكه بالسيارة أو أصلاً ما يشوف يعني بالليل هذه يا أخي هذه خلنا نطور عملنا خلنا نحتاج لنا ثورة في كل المواضيع ثورة في وزارة الدفاع ثورة في الأمليات المشتركة ثورة في وزارة الداخلية في الأمن الوطني في المخابرات يحتاج لنا أجهزة حديثة يحتاج لنا يا أخي يحتاج لنا خطط حديثة يجب أن يستعينون بكل الخبرات في هذا الموضوع يعني الكثير من الأمور يعني أنا هسا أقول لك قبل ما تروح تعرف إحنا عندنا عقد السي أج فايف المسيرات الصينية تم التريث به بالوقت اللي إحنا ما عندنا مسيرات تغطي سماء العراق بصورة صحيحة طيب هذا الموضوع يوافقون على عقد عجلات ويتريثون بعقد مسيرات سي أج فايف أحدث مسيرة الصينية بالعالم نزيل؟ أي ما هذا الموضوع من نتكلم به نتكلم عن الصلاحيات سيد سرمد يعني وأسلوب مثلا الداخلية معروفة وتعامل منتصبها مثلا مع المواطن باعتبارها لدي خبرة أكثر بالاحتكاك مع المواطن الداخلية معروفة أسلوبها ومهمتها يطورون عملهم يطورون عملهم مهمهم عسكرية عملياتية ستراتيجية هذا ألا يرجح تسلوم الداخلية وأنها أقرب للتعامل مع المواطن والاحتكاك به؟ ما عندي مشكلة ماكو مشكلة في هذا الموضوع نعم نؤيد ذلك خلي يطلع الجيش على تخوم بغداد على ضراحي بغداد لكن أخي أنا اليوم الشرطة اللي بالشارع أو اسوات البشارع يجب أن أنزل تعليمات مشددة جديدة في هذا الموضوع يجب أن أضع نقاط تفتيش مشتركة واضحة تؤدي واجبها بصورة صحيحة يا أخي يعني إحنا يحتاج لنا تصحيح كثير في المنظومة الأمنية حقيقة عن اليوم الجندي الشرطي اليوم 750-800 ألف منتسب الداخلية يعني يكفيني 300 ألف واحد مجهز تجهيز على مستوى راقي جدا وانضباط عالي ولياقة بدنية عالية يكفوني عن دولا كلهم لكن سابقا قوات الشرطة الاتحادية وبقية الصنوخ السوات وغيرهم مشاركوا بالعمليات مكافحة الإرهاب والقضاء على داعش والحرب في الموصل والأنبار وغيرها وقدموا تضحيات وأيضا حققوا إنجازات يعني أخي أنت معرفة تخلط بين القتال القتال العراقي العراقيين كلهم قاتلوا أنا أتحدث عن مهام الداخلية أنها تكون فيها داخلية داخل المدن لكنهم أثبتوا جدارة داخل المدن وأخرج المدن بينهم بالدفاع الجيش أو العسكر لديهم خبرة فقط قتالية على الحدود لا نتيجة وجودهم من الفين وثلاثة تصار طاعت السنة بالمدن هم صارت لهم خبرة في المدن يا أخي كاميرات بيها وسونرات بيها وأيضا تصاركة ما يطلعوا للملف خلي طلعوا للملف ويطبقوه هذه يروح إلى باتجاه جسر المثلنا راح تلقي واحدة منهن فتت منها قبل أسبوع لقيتها مدمرة ويعني حتى الطابق واقع مالته روحوا فحلوها جنوب بغداد غيرها غير خلي فحلوها وصلت الفكرة شكرا جزيلا لكم الخبير للمنية سيسر مدال بياتي كنت ضيفا كريمة شكرا لك وشكرا جزيلا لكم رئيس المركز العراقي للتنمية العالمية دكتور عدنان السراج شكرا لكم دكتور وشكر موصول لكم مشاهدينا إلى هنا وصلنا وياكم وضيوفنا الكرام إلى ختم حصادنا لهذه الليلة وإلى اللقاء في حصادنا